نهاية مأساوية أخرى عرفتها قصة الصغيرة نهال التي اختفت منذ 14 يوما لتنتهي الأبحاث عنها بالخبر الصعقة وكيل الجمهورية لولاية زيوزو يؤكد أن تحاليل الحمض النووي أثبتت أن الهيكل العظمي الذي عثر عليه يعود للطفلة نهال سيموحاند وللأسف الشديد تلقينا نتائج التحليل الأولية لهذه الأشياء المسترجعة من مسرح الجريمة للأسف كما قلت أكدت تحليل الحمض النووي على أنها تابعة للطفلة الصغيرة سيموحاند نهال رحمها الله الصغيرة نهال اختفت بتاريخ 22 جوليا الماضي من أمام منزلها ليتجند الجميع بحثا عنها بتمشيط الغابات المجاورة والبرك المائية ومع أن البحث لم يسفر عن أي نتيجة تذكر إلى أن الأمل ظل حاضرا إلى أن عثر على فستان ملطخ بالدم غير بعيد عن منزلها ليحل اليوم العاشر على اختفاء نهال أين عثرت مصالح الدرك الوطني على رأس جثة متفحم من قرب من منزل الفقيدة خبر بدد الأمل وضعف الشكوك المزروعة في قلب العائلة المفجوعة أربعة أيام كانت التحاليل تجري خلالها عاشتها العائلة على الأعصاب ليتأكد ما كان يخشاه الجزائريون وتثبت التحاليل أن وحوشا من أشباه البشر الذين يعيشون بيننا هم من مارسوا هوايتهم المعتادة قتل البراءة وتكدير صف المجتمع هي إذن نفس النهاية المرع تتجرعها عائلة البريء نهال ويتجرعها معها ملايين الجزائريين الذين بحث أصواتهم وهم ينادون السلطات أن حي على القصاص لكن لا حياة لمن تنادي فالفاجعة لم تمس بعد علية القوم وما لم يحصل ذلك فأطفال الزوالية لا ظير في أن يقتلوا أو يصلبوا أو يغتصبوا ما داموا لينتمون إلى عالم الإنسان الذي يتعذر بحقوقه لمنع الاقتصاص من قتلة البراءة